من ذكرى وفاة قدمنا الكبير نجيم محفوظ لخبر محزن أطلع علينا النهاردة وخبر متعلق بقيادة سياسي كبير من قيادات حزب التجمع لأن توفي النهاردة القيادة اليساري حسين عبد الرازق وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محي الدين الثقافية توفي في مستشفى القوات المسلحة في المعادي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر خلال الفترة اللي فاتت أن حسين عبد الرازق يتعالج على نفقة الدولة في مستشفى القوات المسلحة في المعادي ربنا يرحمه ويلهم أهله ومحبيه بالتأكيد الصبر والسلوان